اشتركوا في القناة الضغط الجوي المنخفض تدريجيا وبالتالي تسمى هذه أخاديد أو خدود لمنخفض الجوي وتؤثر طبعا تبقى تأثيراتها غالبا ليست بحد التأثيرات المنطقة التي يوجد فيها الضغط الجوي المنخفض ذاتها ولكن تبقى لها تأثيرات على المناطق التي تؤثر عليها وخصوصا كلما تقاربت خطوط الضغط الجوي المتساوي كلما أشارت إلى تأثيرات جيدة لهذا الامتداد وتؤثر على خاديد العلوية غالبا على العديد من عوامل التقصى السطحية بما في ذلك رطوبة النسبية وتشكل السحب وحركة الريع وأيضا بالنسبة لكميات الهطول ونأمل أيضا من خلال تأثير جواء السلطنة المحتمل يوم غد بحول الله بامتداد خطوط لمنخفض جوي أن تكون هناك كميات هطول جيدة ربما بحول الله تعالى تبقى النماذج العددية تتوقع أيضا هطول أمطار من خلال تأثيرات هذا الهطول على بعض مناطق السلطنة نأمل بحول الله تعالى أن تتحقق وتكون أمطار خير حاضرة إذن مثل ما ذكرنا فتتأثر جواء سمال السلطنة بامتداد الخطوط لمنخفض جوي مع مساء الغد قد أيضا تتشكل بعض السحب وتنتشر على بعض المناطق الجبلية والساحلية في شمال البلاد بحول الله تعالى حاليا مثل ما نشاهد من خلال آخر صور الجوية الأجواء تبقى مستقرة في معظم أرجاء البلاد وأيضا بالنسبة لأجواء شبه الجزيرة العربية مباشرة لتفاصل الأجواء للنهار القادم وبداية كالعادة مع حركة الرياح الرياح تكون شمالية إلى شمالية غربية على جنوب السلطنة وأما على الساحل الجنوب الشرقي للبلاد فتكون متغيرة الاتجاه معتدلت سرعة تأسس سرعة أحيانا 15 عقدة في حال يبقى البحر هادئ إلى متوسط الموجة سلقص ارتفاعا له متر ونصف المتر على امتداد الساحل الجنوب الشرقي للبلاد على سواح المحافظة مسدمة الرياح تكون شمالية على المناطق الغربية للمحافظة وتكون جنوبية شرقية على السواحل الشرقي المحافظة بين خفيفة إلى معتدلة ويبقى البحر هادئ الموج هناك سلقص ارتفاعا له متر وربع المتر في حين تهب الرياح شرقية نشط السرعة على سواحل البحر عمان بين 15 إلى 20 عقدة يرتفع موج البحر غدا بحول الله يكون متوسط الموج يسلقص ارتفاعا له مترين ونصف المتر مع رطوبة نسبية تتراوح بين 50 إلى 80% إلى أجوال عاصمة مسقط غدا بحول الله فرصة لتواجد بعض السحب ودرجة الحرارة تبقى حول المتصف العشرينات مع فرص تبقى أيضا محتملة لبعض الأمطار قد تكون الأمطار حاضرة على أجواء جنوب الباطن خصوصا المناطق الجبلية وكذلك والحال بالنسبة لسواحل شمال الباطن إنما تهيت الفرصة بشكل جيد قد تكون بعض الأمطار الرادية حاضرة عسا تتحقق بحول الله وهنا أيضا في أجواء محافظة مسلم كذلك والحال بالنسبة لنهار الغد قد تتشكل وتنتشر بعض السحب المنطرة ولا ربما أيضا تتواجد بعض السحب الرادية أحيانا ودرجات الحرارة عند منتصف العشرينات فرص لبعض السحب المنطرة غدا مع مساء الغد في أجواء محافظة شمال الشرقية وأيضا هنا في المناطق الجبلية ومجاولة جبال الحجر في محافظة الداخلية ولسيا في جبل الشمس ودرجة الحرارة هناك تصل لعشر درجات أبري خمسة وعشرين درجة مع فرصة لبعض السحب المنطرة والبريمي أيضا 23 درجة مئوية مع بعض السحب قد تكون منطرة أحيانا خصوصا على المناطق الجبلية في جنوب سلطنة الأجواء أكثر استقرارا جواء مشمسة عموان في معظم محافظة الضفار ودرجات الحرارة بين مطلع ومنتصف العشرينات في معظم محافظة المحافظة 24 العظمى غدا في هي منظم من أجواء مشمسة بوجعان في معظم محافظة الوسطى وعلى سواحلها قد تتواجد بعض السحب المتفرقة كذلك والحال بالنسبة للسواحل الجنوب الشرقي انتشار لبعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة حول منتصف العشرينات على السواحل المطلع على بحر العرب وعند منتصفها في صور من أجواء غائمة جزئيا أحيانا تبقى هذه التوقعات كلها قابلة للتغير وفرص الأمطار تبقى أيضا محتملة عسى أن تتحقق بحول الله أجواء طيبة نتمنىها لكم دائما وأبدا دمتم بخير وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة